النجاح فلوس ولا شهرة؟ النجاح شهرة عشان اه يعني دي انا متأكد منها لانه فيه اوقات ما كانش بيبقى معايا فلوس خالص بس كنت ببقى حاسس ان انا كاني يعني بطل العالم كده هتحس انك يعني مش ماشي على الارض من كتر حب الناس ومن كتر ما الناس هي بتديكي طاقة وبتديكي بتقولي الكلام الكلام ده اغلى من اي فلوس اتغريت يا احمد في المرحلة في المراحل مش اتغريت هو مكنش غرور قد ما هو كان ثقة زيادة في النفس غرور؟ ما هو انت انا مزاست نفسك ده ده نعم لزوم اكتر من قدراتك يبقى غرور؟ هو ده غرور؟ اللي بقى صح يبقى كان غرور يبقى كان غرور انا مش بسميه غرور قوي انا بسميه لان الغرور كمان صفة ممكن تبقى مع البني ادم ايا كان ظروفه هو انسان مغرور حتى لو ما يستلش يبقى مغرور زي ما انت قلت في ثقة زيادة في النفس لكن انا بعتقد انه ساعات الشهرة بالذات عندنا احنا لما بتيجي بشكل كبير جدا بيحصل عدم التزان للشخص يعني ما بيعرفش يحسب حسالاته كويس الامور الحياة بتخدعه والبريق ده بيخدعه بس ما بيبقاش غرور هو انسان مغرور هو بيصاب بحالة من عدم الاتزان في المرحلة دي بالزبط لكن ما بسميهاش غرور لانه يعني انا كنت دائما انا شبهة بانه الواحد يعني كأنه واخد قوة اكبر من حجمه ومن جسمه الناس بتدي قوة بتدي قوة بتدي قوة فالواحد بيبقى حاسس انه يعني الخبطة الصغيرة ديت حتطير الحاجة توديها يعني يعني نجيله احساس كده يعني كأنه مش ماشي على الارض فده يعني لو ما تعلقش بسرعة ولو ما الواحد ما تجهش لزي ما قلت من شوية يعني يعني مش شرط نقول دكتور نفسي انا روحت لدكتور نفسي بس مش شرط دكتور نفسي ممكن يبقى صديق وفي وبيحبك من قلبه صح وبيخاف عليك ويقولك انت غلطان انت كده هتبوز الدنيا وانت كده هتضيع كل حاجة فالشخص ده مهم سواء كان دكتور او صاحب